السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقاءة تجدد حلقة مميزة ومهمة وفيها مفاجأة جبيرة جدا من الاستخبارات الإيرانية نفسها تسريبات لتقارير استخباراتية إيرانية عن القوة النعمة السعودية الاستخبارات الإيرانية رفع التقارير مش تقرير عن فشلها بالعالم الافتراضي العالم الافتراضي اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي سوشيال ميديا تويتر فيسبوك سناب شات كل الحاجات دي كلها يدرك المسؤولين الأمنيين في العالم العربي وأيضا في الشرق الأوسط أن وسائل التواصل الاجتماعي هي أنشأت منذ 15 عام تقريبا لغرض حروب الجيل الرابع وده اللي استخدموا الغرب لإسقاط حكومات في الشرق الأوسط في بداية من الرابع العبري لكن هنا إيران وتقريرها الاستخباراتي بيأكد عبر مسؤوليها الأمنيين تأكدهم فشلهم وأن السعودية كانت قوة ناعمة جبارة في مواجهة الجيش الإلكتروني الإيراني لمحاربة إمملكة عربية السعودية عايز أقول لكم أنه اهتمام السعودية بتويتر المواطن السعودي أو الشعب السعودي عاماتا إجمالا بيستخدم تويتر هو أعتبر هو أهم بلد في الشرق الأوسط اللي لم يكن من أهم خمسة في العالم بيستخدمه تويتر أهم شيء في وسائل التواصل الاجتماعي استغلال الحكومات الغربية لهذه الوسائل التواصل الاجتماعي منها تويتر أو فيسبوك استخدمها سلاح ضد الدول اللي بتستخدمها بصورة سيئة لكن هنا السعودية قدرت في خلال السنوات الأخيرة بالتحديد مع رؤية 2030 اللي تم إطلاقها من حوالي خمسة سنوات تقريبا يعني من 2017 تقريبا أدركت أنه لازم الأسلحة اللي تم استخدامها لإسقاط الحكومات العربية لازم أن أنا أطوعها وتكون سلاح لية ضد أعدائي أعداء مباشرين وغير مباشرين أعداء السعودية المباشرين هي الإيران أو الملالي والملالي عنده أكتر من جهاز استخبار استخبارات يعني بأنه عنده جيوش إلكترونية بيهجم السعودية بكل الوسائل وبيستخدموا يعني أسماء من قبائل سعودية حتى إيهامل بعض أنهما سعودين ولكن طبعا هما مش سعودين والكلام ده أنا بشوفه في تعلاقات هنا في القناة نفسها لكن الاستخبارات الإيرانية أنه لما تيجي تأكد أن القوة النعمة السعودية يعني إيران فشلت في مواجهتها وأن السعودية بمغرديها انتصروا على إيران بجيشها إيران يعني قوتها البشرية يعني ضعفين السعودية تقريبا تقريبا يعني إيران تقريبا 100 مليون أو ما يقرب من 100 مليون الوقت عربية السعودية أقل من ذلك يعني بنسبة يعني بنسبة يعني تحت تكون كبيرة يعني لكن في الأخير أنه السعودية قدرت بأنه يعني موضوع مش عدد سكان بقدر ما أنا أقدر أستغل العدد اللي موجود لمواجهة أي الأعداء أيا كانوا وده اللي القدرة السعودية قدرت يعني توصله في نفس الوقت أن مواطن السعودي أدرك أن الوطن غالي يعني المغاردين السعوديين من كبيرهم لصغيرهم وقفوا في وجه العصفة اللي أمريكا بتديرها ونحن نعلم ذلك جيدا وأن الصهيونية تديرها وأن الصفوية تديرها ولكن اللي في الواجهة أمامنا بصورة مباشرة إيران والإخوان المفلسين ده حقيقة وقعة لكن لما المغارد السعودي وقف في وجه العصفة دفاعا عن مين؟ دفاعا عن وطنهم والأمر ده بيبقى نبع من إيه؟ نبع من ذات المواطن السعودي ونبع من وطنيته نفسها فأصبح هنا لبقى عندك إيمان قوي بوطنك وبذاتك وإنت بتدفع عنه فهنا الأمر لم تستطع الاستخبارات الإيرانية أن هي تقف أمامه وفشلت تماما رغم فرق القدرات البشرية فرق القدرات البشرية لصالح إيران ولكن هنا مواقع عربية السعودية مغرديها أن السعودية الشباب السعودي أو عامة المواطن السعودي عامة بالنسبة 90% بيستخدم تويتر و10% وسائل تواصل أخرى ولكن هو ده هنا من ضمن الأسلحة المهمة اللي تم استخدامها ممكة عربية السعودية قدرت أنها تطوع هذا السلاح عبر المواطن السعودي المخلص طبعا لوطن في مواجهة مين؟ مواجهة إيران؟ مواجهة إسرائيل؟ أو كل من المشروع الصفوي أو المشروع الصهيوني؟ حرب الوعي مهمة جدا ودي السعودية قدرت أنها تستخدمها بأسلوب ناعم وقوة جدا أدركت السعودية أن القوة الناعمة اللي فئتها السلاح مهمة جدا تقدر بأنها تحمي نفسها من التفتت الداخلي يا جماعة بص أهم حاجة إذا كان الشعب لحمة واحدة أو ترابط عمر ما فيه أعداء يقدروا أن هما ينفزوا للجسد وده المشكلة الكبيرة اللي واجهت الدول اللي تم إسقطها يعني مثلا اليمن تم إسقطها ليه؟ لأنهما مش لحمة واحدة يعني مش متمسكين ليبيا نفس الشيء ما كانش فيه تماسك سوريا نفس الشيء للأسف العراق نفس الشيء لبنان الأقليات بينفزوا من الأمر ده أي دولة ما تبقاش إن هي يعني متماسكة بيقدروا أن هما يدخلوا وينفزوا فيها وأن هما يقوموا بتأسمها والأمر ده ما بيخدش في أيدهم غلوة يعني زي ما بيتقال لكن السعودية ما أنجزتهم مملكة عربية السعودية فيه سنين قليلة جدا خلى أعداء مملكة عربية السعودية أن هما يصلتوا عليها كل أزنابهم حتى يتم إسقطها لكن ده في حرب الوعي والقوة النعمة دايما الحروب الجيل الجديدة دايما يستيب بقى في حروب اللي هي حروب الوعي وحروب اللي هو وعي المواطن اللي ما عندوش وعي هنا بيتم إسقطه بسهولة كبيرة جدا المواطن اللي هو بيقدر يروح وييجي مع الطيار ده بيتم إسقطه لكن المواطن اللي هو مؤمن بولاد أمره ومؤمن بوطنه استحالة إن عدوه يقدر ينفز ليه استحالة مهما كانت القوة العسكرية ليه العدو اللي بيواجهنا يعني هنفترض إن أمريكا دي نفسها بتواجه مصر أو بتواجه السعودية أو بتواجه أي دولة والوطن ده متمسك جدا يبقى الأمر صعب جدا لأنه هم في العشر سنوات الأخيرة ما بيعتمدوش على الحروب المباشرة بيستخدموا المكونات اللي تم زرعها في الجسد العربي زي الأخوان المفلسين وزي المشروع الصفوي بيستخدموهم إن هم ينفزوا منهم ويبتدوا إن هم بقى يغيروا في الفكر الإسلامي وإن هم بتدوا بقى يدخل لك بقى أفكار جديدة لكن كل الأمر ده كله عن طريق القوة النعمة الإعلام المغردين الإعلام هنا السعودية بتطور نفسها لكن عايز أقول لكم وصف للاستخبارات الإيرانية في التقرير بتاعها اللي تم تسريبه عن مغردي المملكة العربية السعودية بيقولوا إنه القوة يعني وصفوا المغرد السعودي في تقرير الاستخبارات الإيرانية وصفوا بالقوة العظيمة يعني بص لما بقى فيه عدو ليك ويعترف بقوتك وصفوا المغردين السعودين بالقوة العظيمة والمؤثرة التي لا يمكن إيقافها أو مجابهتها الأمر بنسبالهم صعب جدا إن هم يقدروا يوقفوا قوة المغردين السعوديين أو يعني مجابهتهم كمان يعني نخش معهم في جبهة أو مواجهة في الحرب القوة النائمة شعب فعلا السعودي يرفع الرأس مؤمن بيه ولاد أمره ومؤمن بيه وطنه ومؤمن بذاته نفسه لكن فيه جزئية مهمة جدا ولاد الأمر في المواقع العربية السعودية إن شافوا إن قوة التعليم والوعي مهمة جدا فده كان نواه للشيء مهمة جدا إن أنت عمرك ما تبقى إنسان مدرك وعندك وعي قوي جدا منظم يكون عندك يعني مستوى تعليمي راقي أو مستوى تعليمي جيد جدا على الأقل ده اللي السعودية بتسعى ليه منذ سنوات مستوى تعليم عالي جدا هو اللي أوصل الشباب السعودي لمستوى اللي هم فيه اللي هو فخر للدول العربية ده شيء إحنا شايفينه أمام أعيننا مش حنا بنقوله تملق أو شيء لا ده أمر واضح جدا مستوى التعليم راقي جدا شعب هنا بيرفع الرأس بشهادة أعداءنا ويسعد المواطن نفسه ويسعد الوطن اللي هو بيحافظ على وطن وأن المغرد السعودي والمواطن اللي بيحافظ على وطنه وبيحافظ على ذاته بيبقى حق تصد ضد أي مغرد أو مغرد الأوطان وأعداء الوطن عام متى يعني هنا بيبقى المغرد السعودي بيبقى عنده فهم وإدراك لعملاء استخبارات إيران في مواجهة يعني في مواجهة التغردات أو مواجهة حرب الوعي اللي هي القوة النعمة على وسائل التواصل الاجتماعي كل ما كان أنت عندك وعي كبير جدا كل ما كان أنت قوتك بتبقى أكتر هتكون الطامة كبرى لإيران والأعداء الدول العربية لأن فيه أمر دوقتي حاصل بقاله أسابيع وابتدأ الأمر بتاعه يزيد شوية وأنا كنت اتكلمت فيه حلقة ولكن ما بيحبش تصالوا تضعوا عليه لأنه ده شيء سلبي وإحنا بنتكلم دايما إيجابي لكن إيه القوة النعمة السعودية بتجابها إيران وتجابها أعداءها بنسبة 70% لكن ممكن تكون المواجهة دي أو قوة النعمة السعودية للمغرد السعودي بنسبة 100% طب 30% وال20% أو حتى العشرة في المية دي ليه مش مركزة مع إيران لأنه أدرك الكيان الصفوي أنه لما يحدث فرقة ما بين السعودية وما بين مصر أو يحدث فرقة ما بين السعودية وما بين الإمارات هنا شق الصف للتحالف العربي وللجسد العربي بمعنى صح لأن القوة الباقية دي الوقت مين في المواجهة السعودية ومصر والإمارات ده أمر واقع جدا هي دي القوة الباقية فهنا أدرك أنه لازم يحصل فيه شق للصف ده فيحصل أنه يبقى فيه الزج ببعض الصحفيين من هنا أو من هنا لعملية الوقيعة فينجذب المغردون لهذه الحرب الجانبية فهنا يقوم بقى مغردين السعوديين أو مغردين المصريين في أنهما يواجهوا بعض وأنهما يعني يتركوا العدو المباشر والعدو يعني الأحق بساحة الحرب وهو العدو الصفوي مش أعيز أقول العدو الإيراني العدو الصفوي عدو الملالي هنا المفروض لو أنا مركز أكتر في الحرب دي إيران هيجيلها شلل رباعي يعني إيران هيجيلها شلل لكن إن إحنا بقى لما نعد يحدث فرقة وإن إحنا ندخل فيه خلافات جانبية مدروسة وبيتم الدفع بيها وإن إحنا لا ننتبه بيها ده الأمر ده هنا الخطر نفسه على أنفسنا مصر السعودية الإمارات الأردن كل ده جسد واحد مش هيبان إلا وقت الشدة ده إحنا جسد واحد مفيش حاجة اسمها إنه لا يعني هنا ده ده قصد كذا ده قصد كذا الأمر ده خطر خطر عليك أنت كمكون وطني كداعم كأن أنت كمدافع عن وطنك وعن الوطن العربي وعن من يقف بجانبك زاد الصياح الإيراني في خلال يعني الأيام الماضية مع المغردين التابعين للجيش الإلكتروني الإيراني وللإخوان المفلسين لما وصل الخبر أن الوزير الإعلام السعودي الجديد المغرد الكبير يعني سلمان الدوسري والراجل لسه ما تولش يعني مسؤولية الإعلام طب بعد توليه مسؤولية الإعلام الصياح هيكون إزاي يعني الصياح الإيراني والصياح الإخواني هيكون عامل إزاي واللي مش قادر يفهم في ناس يعني من الإخوان مش قادر تفهم أنه اللي اتنين واحد يعني الأكبر داعم في داخل الجسد العربي لمشروع الفارسي ومشروع الصفي هما الإخوان المفلسين نائب وزير الداخلية الإيراني قال بالحرف الواحد أن النظام السعودي يستخدم القوة الناعمة ويعتمد عليها ونشاهد ذلك بالدليل هو بيقول كده يعني في تحريض النساء ضد النظام الإيراني يعني هما شايفين أن الثورة اللي موجودة في إيران اللي بتقودها النساء في مواجهة النظام الملالي هي مدفوعة من القوة النعمة السعودية اللي السعودية بتدفع بيها لمواجهة النظام الإيران ماشي دا سلح في إيدي إن أنا بطوعه إن أنا بقوم بحرب عليك بالقوة النعمة دا حق إيه دا حق إن أنا بدافع عن نفسي السعودية الموطن السعودي من كبيرهم لصغيرهم قدروا ان هم يقفوا في وجه العصفة ويدفع العصفة في وجه اعداءهم دفاعنا عن وطنهم وده نابع زي ما نقولت من ذاتهم ومن وطنيتهم في الاخير حفظ الله الوطن العربي من التفرقة ضد اعداءنا اللي غرضهم تفتيت وحدة الوطن ووحدة المواطن نفسه حفظ الله جميع سدعكم الله الذي لا تدع ودع شكرا